بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة حنتكلم عن الOSPF NSSA و Totally NSSA الاسبيشل OSPF Area مناطق الOSPF الخاصة واحدة من مهام مهندس الشبكة تتمثل في التقليل قدر الإمكان من حركة البيانات الشبكية مثل التحديثات وكذلك الجداول الشبكية مثل جداول التوجيه الموجودة على الروترات لأنه كلما كان حجم جدول التوجيه أقل كلما كانت عملية التوجيه أسرع وبالتالي التسريع من عملية الإرسال وكذلك التقليل من حركة البيانات الشبكية في الشبكة بيتيح استخدام واستغلال الباندويث في نقل التاتا لذلك يقوم مهندس الشبكة بتفعيل إعدادات مثل الروت سامري الباسف انترفيس كلها لكي يسرع من عمل الشبكة في شبكة الOSPF لتحقيق الهدف المتمثل في تقليل التحديثات الخاصة بالOSPF وكذلك حجم الروتنج تيبل واحدة من الإعدادات والأدوات التي تم استخدامها تتمثل في الSpecial Area وهي أربعة أنواع عندنا الـ Stop Area وعندنا الـ Totally Stubby وعندنا الـ NSSA Not So Stubby Area و Totally NSSA مع العلم أننا ممكن نخلي الـ Stop Area تعمل مع الـ Totally Stubby وبإمكاننا طبعاً الـ NSSA و Totally NSSA بيعملوا معاً لكي يحققوا هدف وهو تقليل حجم التحديثات الخاصة ببروتوكول الـ OSPF وكذلك خفض حجم جدول التوجيه الموجود في داخل الروترات الـ NSSA اختصار الـ Not So Stubby Area و Totally NSSA سيعملوا مع بعض كنوعين من أنواع الـ Special OSPF Area متى نحتاج إلى تفعيله؟ ومنحتاج إلى طبعاً هو إيش الهدف الأساسي من الـ Special OSPF Area وأنه يتم اختصار جداول التوجيه في داخل الروترات الـ OSPF وكذلك تقليل التحديثات في داخل شبكة الـ OSPF دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان الاتصال الروتر الاتصال الروتر بالشبكات اللي تم اختصارها عندنا النوعين الـ NSSA و Totally NSSA متى نحتاج نفعيلهم؟ نحتاج نفعيلهم على الـ Area التي تحتوي على راوتر ASPR اللي هي عندي أنا هنا في المخطط الـ Area إيش؟ Area 2 Area 2 تحتوي على راوتر ASPR هنا ما رح ينفع فاعل النوع على الـ Stop ولا الـ Total Stop لأنه لازم يتم تفعيلها على أي Area لا تحتوي على الـ SBR إذا كان في SBR ما حينفع وقتها لازم أفاعل الـ NSSA طيب إيش الحكمة؟ ولماذا يجب أن لا نفعل الـ Stop أو الـ Total Stop على الـ Area 2 للاحتوائها على الـ SBR لأنه لو فعلت أنا الـ Stop أو الـ Total Stop على الـ Area 2 وفي SBR فالـ Stop والـ Total Stop بيبنعوا الـ LSA Type 5 أو النوع الخامس من الـ LSA وهنا الـ Area 2 متصلة بالـ Area 1 و 0 صح؟ عندنا Area 1 و Area 0 ولما هنا أجي أفعل الـ Stop أو الـ Total Stop على الـ Area 2 أنا عندي شبكات خارجية اللي هي رح يتم الإعلان عنها عن LSA 5 أو التحديث من النوع الخامس فلما أجي أفعل هنا الـ Stop أو الـ Total Stop التحديث ما رح يمر من خلال هذه الـ Area اللي هي Area 2 وهنا مادام رح يمنع مروره فبالتالي عندي الـ Area 0 والـ Area 1 رح يكونوا ليس لهم علم بالشبكات الخارجية الموجودة في الـ Eiger B1000 وبالتالي ما رح يكونوا قادرين على الاتصال بالشبكات الموجودة في الـ Eiger B1000 لذلك عندها لما يكون عندي Area تحتوي على SBR فلابد أن أقوم بتفعيل الـ NSSM على الـ Area اللي هي عندي هنا في المخطط الـ Area 2 والتي سوف تقوم مثل الـ Stop Area من ناحية منع الـ LSA 5 والـ LSA 4 ولكن مع عمل نقطة مختلفة وهي هي أنها سوف تقوم بعملية تمويه من ناحية أنها سوف تقوم بتحويل الـ LSA 5 إلى LSA 7 بحيث الراوترات اللي هنا الراوتر مثلا 6 الموجود في الـ Area 2 وكذلك الراوتر 7 والراوتر 5 رح يسجلوا العنوين الشبكات الخارجية على أساس أنها إيش LSA 7 تمام؟ رح تتسجل هنا وأول ما توصل عند الـ EBR اللي يربط الـ Area 2 اللي هي رح تصبح الـ NSSM مع الـ Area 0 رح يقوم الـ EBR بتحويلها من LSA 5 من LSA 7 إلى LSA 5 لكي يتم الإعلان عنها في الـ Area 0 والـ Area 1 إذن من الـ EBR لحد الـ SBR الـ SBR رح يستلمها رح يحولها من LSA 5 إلى LSA 7 ورح تتسجل في داخل الراوتر 6 على أساس أنها إيش؟ على أساس أنها N N 2 O N 2 يعني N S S A اللي هو LSA 7 ورح تتسجل في داخل الراوتر 6 وفي داخل الراوتر 5 وفي داخل الراوتر 7 لما توصل عند الراوتر 5 اللي هو الـ EBR إيش رح يسوي؟ عشان يرسلها إلى الـ Area 0 والـ Area 1 رح يحولها من LSA 7 إلى LSA 5 ورح تمر عادي كـ External O A 8 في داخل جداول التوجيه سواء في الـ Area 0 والـ Area أو الراوترات المشودة في الـ Area 0 والـ Area 1 طيب كيفية عملية الإختصار وعملية التشغيل رح أدخل على الـ SBR ورح أفعله كـ N S S A عن طريق كتابة الأمر راوتر O S B F Area 2 N S S A وبعد كده رح أدخل على الراوتر 6 واكتب نفس الأمر راوتر O S B F 1 Area 2 N S S A بعد كده الراوتر 6 5 الـ EBR اللي يربط Area 2 بـ Area 0 رح أقوم بتحويله إلى Totally N S S A بحيث رح يمنع لي رح يمنع الـ LSA Type 3 و 4 وذلك من خلال الأمر راوتر O S B F 1 و Area 2 N S S A No Summary طيب إس شيء اللي حصل هنا الآن أنا لما آجي أفعل N S S A على الراوتر 7 والراوتر 6 إيش اللي رح يحصل رح يتم ما رح يتم اختصار الـ External Networks رح يتم رح تكون موجودة في داخل الراوتر 6 لكن على شكل إيش على شكل O N 2 بس فعليا ما في فرق No Different لأنه عنوين أنا كده ما استفدت أي شيء ما تم اختصار الجداول صح؟ العنوين اللي موجودة في شبكة الإعجير بألف ما زالت موجودة بس اللهم تحولت من External إلى N N S S A فوين الاختصار؟ الاختصار يكمن في الراوتر 5 اللي هو EBR لأنه أنا فعلته ك N S S A Totally أو Totally N S S A فاللي حيحصل أنه رح يمنع عنوين الموجودة في أيريا غير الأيريا 2 اللي هي موجودة في الأيريا 0 والأيريا 1 ورح يتم تحويلها يعني بدلا منها إلى عنوان Default Network وبكذا الراوتر 6 إيش الفائدر رح يستفيده؟ رح يستفيده أنه رح يتم اختصار الجدولة التوجيه الموجودة عنده وكذلك التيبوري جي تيب والموجودة عنده من عنوين الأيريا 0 والأيريا 1 حيح لدينا في مجموعة الشبكات كله 33 شبكة صح؟ ممتاز رح ننقص منها ثمانية شبكات موجودة في الأيريا 1 ورح ننقص منها شبكتين موجودة في الأيريا 0 كذا يصبح عندك ثمانية زائدة ثين يعني عشرة واستبتلهم عشرة نقص من 33 يعني يصبح عندي 23 عنوان شبكة أضف عليهم أضف عليهم واحد اللي هو الديفولت راوت فيصبح عندي 24 عنوان شبكة تم اختصار عنوين الشبكات في الراوتر 6 من 33 شبكة إلى 24 شبكة وطبعاً كل ما كبرت شبكة وحتوت على مناطق كثيرة وشبكات أكثر كل ما كان عملية الاختصار واضحة بشكل أفضل وأكبر تمام إذن الحكمة من تفعيل الـ N-S-S-A والتوتري الـ N-S-S-A هو أن أنا أسمح بمرور تحديث الـ L-S-A بدل ما كان L-S-A 5 إلى L-S-A 7 وفي نفس الوقت راح أستفيد من اختصار العناوين الخارجية العناوين اللي هي مش الخارجية لا العناوين الخارجية راح تتشجل عندي لكن راح أستفيد من اختصار الجداول الموجودة عندي والتحديثات من ناحية العناوين الموجودة في شبكة والتي تنتمي لإيريا غير الإيريا المفاعل عليها نوع الـ N-S-A والـ N-S-A طيب الـ N-S-A راح تقوم بعملية للـ L-S-A أربعة والـ N-S-A ثلاثة وراح تحول الـ L-S-A خمسة إلى الـ L-S-A سبعة وطبعا بالنسبة للـ N-S-A والـ N-S-A وجميع نوع الـ S-B-F اللي هي الـ S-TOP والـ TOTAL ما تقبل أنه يتم تفعيل على الـ N-S-A وفي طبعا ويجب أن لا تحتوي الـ N-S-A على فيرج واللينك عندنا هنا في المثال N-S-A 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 لو تحتوي على فيرج واللينك ما راح ينفعل أننا فاعل عليها خاصية الـ N-S-A والـ TOTAL N-S-A كذلك يجب أن تحتوي الـ N-S-A على E-B-R و-A-S-B-R عشان نعرف أن أطبق عليها الـ N-S-A والـ TOTAL N-S-A واستفيد من هذين الخاصيتين هنا عندي جميع الراوترات ومن ضمن ها الـ S-B-R في داخل الـ N-S-A يجب أن يتم إعداد كاش N-S-A الـ N-S-A فنقوم بإعداده كتوتالي N-S-A بيتم من خلال يعني رح تستفيد منها رح يتم إختصار الـ Routing Table والـ Tata Base Table و رح يتم وضع مسار افتراضي Auto Default Rout OUI جميع شبكات OUI اللي هي OSBF Internal Area اللي هي موجودة في أي أريا غير الأريا اثنين زي الأريا الصفر والأريا واحد جميع الشبكات الموجودة في الأريا الصفر والأريا واحد رح يتم استبدالهم بـ Default Route من خلال LSA Network LSA 3 Network يعني من خلال EBR رح يرسل Default Network إلى الراوتر ستة بحيث الراوتر ستة لما يحب يرسل بيانات مثلا موجودة شبكة موجودة في الأريا واحد الى 192 168 واحد صفر رح يبحث في جدول التوجيه بس ما رح يلاقيها موجودة ليش لأن السا والتوتري السا بتمنع LSA Type 3 صح لكن رح يلاقي بدلها Default Route يؤدي إلى EBR اللي هو الراوتر ستة فرح يرسل البيانات إلى الراوتر ستة عفوا الراوتر الخمسة اللي هو EBR والراوتر الخمسة رح يكون عليه مهمة توجيه هذه البيانات إلى الاريا واحد اللي هو 192 168 واحد صفر إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته